مثل ما شفنا ومشاهدينا قبل شوي في التقرير إنقاص الوزن والأبر اللي يتم استخدامها مثل ما هي كانت تعطي نتائج إيجابية لكن أيضا لها مضار وهذا يودينا لموضوع اليوم أيضا أنه في أمور كثيرة بالرغم من إيجابياتها العديدة لكن أيضا لها سلبيات موضوعنا اليوم جاسم عن سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها على الحياة الأسرية لكن لا نستطيع أن نقول سلبيات لها إيجابيات في السوشيال ميديا خذت وقتنا سرقتنا من حياة السرعة الزوجة وخربت بيوت لها تأثير إيجابي ولا تأثير سلبي اليوم سيكون معنا الدكتور جاسم مطوع هو الذي سيبسط لنا الموضوع ويقول لنا إذا كلامنا صح أو لا عن السوشيال ميديا أول شيء مساكرة أبو الخير الله أبو الخير حياكم الله لو سهلنا أنا سعيد جدا بهذا اللقاء حياكم الله الله يحييك دكتور ترى أنا من دروا أن اليوم بقابلك لسألة ماكو ديزولي لستي بقت الكروت حياكم الله بالعقس أنا سعيد جدا بهذا اللقاء بس أنا استغرفت مقدمتكم قلتوا سلبيات سوى سلبيات وإيجابيات صحيح 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 وهذا اليوم نبي نعرف منك نبي الفاصل ما بين هل تأثير السوشيال ميديا شنو إيجابيات و شنو سلبيات عشان المشاهدين ينتبهون لهذه النقاط ساعد فيه نقاط كالإنسان مو منتبه لها هو أن أقدر ألخص السوشيال ميديا بكلمتين أنها جذابة و تذابة جذابة تسحر العقول و تسحر العيون صحيح بالمحتوى اللقاء فيها و تذابة أنه ليس كل شيء يعرض فيها هو صادق على مستوى المحتوى و على مستوى الشكل فهذا ملخص السوشيال ميديا لكن الإشكالية وين أنها أداة تبهر الإنسان يعني الإنسان من يفتح الشاشة يمسك على أي شبكة من الشبكات ترى أن الشخص يتسمر يتسمر ترى مرات تنادي و لا يسمعك بالضبط بالعظيم حتى أقرب شيء عيالي حتى هنا لماذا؟ لأنه تركز على قضية التعلق يعني هناك معلومة مهمة الطفل أول ما ينولد فطرة الله عز وجل خلق فيه التعلق صحيح في البيت 24 ساعة يتعلق فيها و سلوكها و أخلاقها و قيمها لا يوجد شاشة آيباد أو الموبايل يتعلق في الشاشة وهو يجب أن يتعلق لازم في شخص يتعلق لازم هذا على مستوى الصغار على مستوى الكبار كذلك تعلق لماذا؟ لأن الخوارزميات الموجودة بالسوشيال ميديا خوارزميات متطورة يعني هي تبدأ معك أنت كمستخدم وتعريف المستخدم الذي يفتح التلفون عشر مرات باليوم هذا أنت إنسان طبيعي أنا لا زل طبيعي في هذا المعادل عشر مرات باليوم هذا الإنسان العادي عشر مرات هذا لي يقول هذا العادي لكن الخوارزميات الموجودة تحاول ترفعك من عشر إلى اثنى عشر من اثنى عشر إلى أربعة عشر تفهمك أول تفهم ما يحتاج ثم تفهمك أولاً وتفهمك أولاً يجب أن تفهمك أولاً إلى أثنى عشر يجب أن تفهمك أولاً يعني أثنى عشر في اليوم آه هناك عدد عشر نفسنا نعم نفسنا أثنى عشر نعم اليوم في اليوم قبل أن أرى أنت بسرعة جي بي تي دخلت لأسئل سؤال قلت يمكن أن تسألوني أنا قاعد أحضر السؤال كان متى تنتهي السوشيال ميديا ماذا كان الجواب قال لي في جوابين الجواب الأول هي لن تنتهي هذه بشارة خير أو ينقطع النت أو ينتهي النت في الحياة لكن لماذا استغربت لما قال لا تنتهي لأنه هو ربط التجارة الإلكترونية بالسوشيال ميديا نعم لأنه لا يوجد تجارة نعم إذن فيه سوشيال ميديا لذلك لن تنتهي لأنه مهم جدا أننا نتعامل معها تعامل نفهم شلبياتها وإيجابياتها يعني واحدة من مشاكل السوشيال ميديا أنه خلت عند الإنسان شي بما يسمى بعقلية القرود اللي هي هل تكتمر شفنا شهذا واقف القرد لا يوقف دائما يقفز دائما الحركة دائما الحركة حركة اللي يستخدم السوشيال ميديا يمشي بنظرية القرود أنه دائما يتنقل 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 صحيح وحيانا موضوع ترى عاجبك بس أنت مقعد كاملة صح لأن أنت في ذهنك أنه يمكنك موضوع ثاني يشوقني أكثر صح وبالتالي ما صار في تركيز صح وإذا ما صار في تركيز ما صار فيه علم هو العلم ومتيّل الإنسان لما يركز يتأمل يتدبر يحفظ صار عندك علم السوشيال ميديا مع عقلية القرود صار الناس ما عندها علم صار لو أقول لك شنو شفت أمس أنت أنا جاوبني شنو شفت أمس يلا أنت جاوب حال أمس التوح مثلا من ساعتين قولي لي شنو شفتين ما قدر أشوف قبل ساعتين من الهواء ما قدر أشوف التليفون أفدا إذا ممكن ما تتذكر صح بس فعلا أنا ملاحظة هذا الموضوع التركيز للجميع صار أقل المعلومة صارت مبهمة ما لها أساس داخل العقل أو ترتيب من كثرة المعلومات التي تعرض لها العقل في هذه وكلها المعلومات مختصرة أنتم لاحظون حتى الفيديوهات صارت سريعة جدا بحيث ما عاد للإنسان صبر ولا يتعود أن يقرأ مقال طويل أو أن يسمع فيديو طويل فصار الكل رايح للإختصار والسرعة هذا أيضا يأثر على الشخصية أحد الأمهات مرة أسألتني عندها بنت 14 سنة تقول لي من نسحب منها الشاشة تعصب تفزق فقد نُبت بشكل دون العلمت ميرد أعرف كذلك لتق PAC ستقولني أنت ستقولني تأخر Whoo ما ستقول ل ستسحبني نعم وأكھی ستقولني الأخر 안 توجد أمر التفشير وقت وقت لأنها هنا Business عام وكان والأسفال لا يزال لا توقف من الإدمان على من كثير ما هو يعمل على دكتور دعنا نتحدث عن أول شيء لأطفال بعد ذلك ننتقل الحق الكبار ما رأيك؟ أول شيء نتحدث عن الأطفال وإدمانهم في السوشال ميديا أو في آيباد كيف نقطع عنهم هذه العادة؟ أول شيء يجب أن يكون قانون في البيت يجب أن يكون هناك توقيت منظمة الصحة العالمية قامت قانون أقل من سنتين يمنع من مشاهدة الشاشة من سنتين إلى ستة يمنع من ساعة في اليوم من ستة إلى اثنائش يمنع من ساعتين في اليوم ما هي ساعة دكتور؟ هذا المعلن صحياً لأن هناك أمراض في الأرقبة صح أمراض في الأكل أمراض في قلق أمراض في النوم أفوان دكتور أجل أن تضبط الموضوع أطفال كثيراً يجب أن ينبسون النظارات يعني زاد العدد كان نادر أن نرى طفل ينبسون النظارات أنا أقول لكم الآن إذا حق المهتمين في القانون المرأة عندما تحمل يعطونها إجازة وضع شهرين الراتب كامل صح بعدين يعطونها إجازة أمومة شهر الراتب كامل ثلاثة شهر نص راتب يعني البكيج كلها ترى ستة شهر صح 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 فموضوع تعلق الطفل في هالقانون مع وجود سوشيال ميديا نحن دمرنا شلون لأنه الأم لما تنسحب من الساحة التربوية بعد ستة شهور تقصد بعد شهرين أربع شهور ستة ويا حامل أربعة بعد الولادة حلو فلما تنسحب بعد أربعة تشهر من الولادة وعندنا ثلاث سنوات الطفل عنده تعلق فطري صار عندي أنا فجوة سنتين وستة شهر سنتين وثمانة شهر سنتين وثمانة شهر تطلع من الدواب دكتور خلا أقول لك شيء فرلندا فرلندا شنو قانونها لما اكتشفت هذه المشكلة حطت قانون أن الأم راتبها تأخذ كامل 1190 يوم من الولادة من الولادة يعادل ثلاث سنوات ثلاث سنوات حلو شوف حسبينها أيوة أنا قاعدة قانونيا ما هي التشريعات القانونية تدعم استقرار الأسرة وكيف تدعم التطور التكنولوجي إنما يأخذ هويتنا ولا ثقافتنا ولا إيماننا ولا ديننا من خلال حماية القانون طبعا يمكن أن الأمهات الذين يسمعون فرحانين وناسا ثلاث سنوات يجازة لا ينجابل الياهل يبسط يا هال يبسط ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات أقدم على التقاعد أعرف بعد أن نحن لا أقصر في الحياة أبدا كيف ما هو الحال؟ إذن وجود قانون داخل البيت وجود قانون هذه الدولة تحضح وجود قانون داخل البيت ووجود قانون خارج البيت لدينا قانونين يجب أن يكونوا موجودين هذه أثنين ثلاثة لابد أن أن أنوع الأنشطة للطفل ليس كلها في البيت حين بيوتنا حينما صارت مصندقة صحيح لا يوجد حوش صحيح يجب أن يخرج يجب أن يلعب يجب أن يوجد أنشطة حركية صحيح يجب أن يوجد قراءة أنمي هواياته صحيح صحيح هذه الأشياء كلها تخفف من ارتباطها بالسوشيال ميديا صحيح وبالتالي عندما يخفف ارتباطها بالسوشيال ميديا أنا أصبح طفل متوازن حلو يعني قصدك أنه تخفف عن السوشيال تخفف عن الأيباد وتخففه وتحاول أنك أنت تنوع في التمارين في اللمع تماما أيضا اللغة يعني أعجبتني واحدة من الأمهات ما تقول حق ولدها عمره ثمان سنين تقول لها بابا حط الأيباد على الشاحن وتعال خنش حنانا وياك شوف 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 الأم اللي تدرك أهمية التربية يا بابا حط الأيباد على الشاحن وتعال خنشحن أنا وياك قالها ماما شونه نشحن قالها بابا الأيباد يشحن الكهرباء وعندنا كهرباء نشحن تعال خنصلي الله فالصلاة شحن إيماني فكل واحد يشحن الآيباد يشحن وإننا نشحن تعال خنصلي ركعتين الأم اللي عندها وعي في التربية تتكلم بهاللغة ما تروح تكسر الآيباد خلي الآيباد موجود ما نكسره بالعكس أصلاً في فوائد وتزيد من ثقافة الطفل وتزيد من تعليم الطفل يعني أنا من يومين ثلاث كنت قاعدة أشوف تجربة أطفال قاعد يتعلمون أحكام التجويد وعمارهم أربع سنوات وقاعد يقرون القرآن بطريقة صحيحة وأنا أستفيد منها وأنا أوظفها وبالتالي لكن أنا يهمني أن يكون فيه وعي 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 تربوي أعرف سلبيات هذه الأجهزة والشاشة على الطفل وبنفس الوقت أعرف أدير هذا الطفل شوف الإشكالية وين الآن أنت شونت تنتقل من حساب لحساب صبعك معادل شديد 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 وأنا أحتكام سعيد كانت بالضبع ما رأيته مثلاً ما رأيته أيب وجة أي تدريب أبلت تبايتها سعيد والميدي Valve تسهل عملية تقلب العلاقات شعر بطوها طبعا نعم يعني أدخل سلوكيات جديدة من خلال تعاملنا وهذا يدخلنا على ملف الكبار حلو هذا يدخلنا على ملف الكبار إذا الصغار تكلمنا عنهم الكبار ما هي مشكلتهم؟ الكبار مشكلتهم أن يصبح خرس إلكتروني نعم هناك عقلية القرود خرس إلكتروني خرس إلكتروني أنه يظهر من كثير ما يرى جاذب و جذب يظهر ويظهر عندما أقوم بأثنين أو ثلاث ساكتروني لا تظهر لا تظهر لأنه ليس جمع لأنه يظهر إلكتروني هذا هو أحد اثنين العلاقات تدمر الآن لا يوجد نفس طويل في العلاقات حتى على مستوى الحب لو اثنين حبوا بعض لا يطولون حتى على مستوى الحب في عالم هولندي اسمه بولمان ألف سلسلة كتب سمى السلسلة السلسلة السائلة ألف كتاب سمى الحب السائل هذا هو حق جماعة العلاقات وألف كتاب حق المهتمين في السياسة اسمه الحداثة السائلة كتب خيمة لو تقرونها صراحة مفيدة المهم جميل ما يقول يقول الدنيا الآن مع قوة السوشال ميديا صار ما فيه علاقة مستمرة يعني حين إذا لقيت اليوم زوجين أربعين سنة صار لهم أو خمسين سنة أو ستين سنة وعلاقتهم حلوة يقول هو بولمان يقول هذا من النادر اليوم من النادر صحيح هذا من الجيل القديم الجيل الجديد اليوم لا أربع خمس سنوات بعدين يفكر بالطلاق يغير أو يبي العلاقات السريعة أما من خلال شبكات التواصل يسوي العلاقة أنا ذاك اليوم مسافر الفلبين رحلة غوص يعني غوص بحر في المهم تعرفت على واحد بالطيارة قلت له ها بروحك مسافر قال لا والله دخلت أبليكيشن وتعرفت على واحدة تنطرني في المطار أتمشى معاها شوية أسبوع كامل ورجع شو يسمون الحب السائل هذا العلاقات السريعة اليوم ثقافة السلسلة السائلة هي الدارجة على مستوى العالم طبعا لماذا هذه الثقافة الآن مدعومة اقتصاديا لأن نورها بزنس أنك أنت ديشتاشتك كاليومين تغيرها قطرتك كالثت يوم لا تشتري وحيد صحيح صحيح حتى زاد استهلاك الناس لكل الأشياء هذا الاستهلاك أثر على علاقات الاجتماعية صار الزواج غير مستقر صارت الأسرة غير مستقرة صار الأم لا لها نفس في التربية تبي شيء سريع تبي تعطي حين التوجيه ولدها يكون محترم و جيد وماشي من حسن ما يكون لا تربية مو جذي تربية يبي لها نفس يبي لها صبور وبعدين حتى العلاقات يعني إذا الحين اليوم واحد عنده صديق صار له ثلاثين سنة هذا اليوم من نوادر صح صح اللي محافظ على صديقتك أصدقائك ثلاثين سنة ولا أربعين سنة فاليوم الزمن قاعد يتغير إذا إحنا ذبنا مع الزمن نصير في الأخير من غير هوية يعني قصدك حتى الصداقة بينك وبين الربع ما صارت نفس قبل في العلاقات الاجتماعية كلها وبعدين حتى يعني الآن حتى قبل قبل كنا نتصل نزور أنا أقول لك ما فيه وتسب خجاوبنا الأخت نجلة والأخجاز متأخر مرة واحد اتصل فيك يقول لك ترى أنا متصل بس أسلم ما إيه هاي متمرت عليكم صح نادر من النوادر لا وإذا أريد شيء واتسب بعد حتى لا يتصل يعظم أجرك واتسب يبارك لك واتسب ولذلك هذه نقطة مهمة جدا أنت لو سير عندك أربعة خمسة بس علاقتك قوية معهم وتبني حياتك ودنياك معهم ستكون سعيد وفي دراسات صارت على تعريف السعادة أن أكثر شيء يسعد الإنسان إذا أنت عندك أصدقاء أو عندك علاقات تسعدك ومستمر معاك مستمر معاك جميل صح وهذه نقطة مهمة جدا نعم دكتور أيضا عن تأثير السوشال ميديا على الزوجين يعني وين أين يقع الخطأ من الرجل أو من المرأة من خلال إدمان السوشال ميديا دعنا نأخذها من الخطوبة أول شيء يعني شوف أنا أقول لك بعض القصص يعني أنا عندي واحد ذاكي يوم يقول لي أنا خطفت واحدة ولكن اكتشفت أن عندها بزنس وشغالها من خلال الإنستجرام تبيع وعملاء يتصلون فيها وتوصل طلبات وكذا أكمل أتزوجها أو أتنسل؟ شوف صار تدخل في أسئلة الزواج والخطوبة أكمل أو أتنسل؟ قلت لك لماذا تنسل؟ كانت تقول لي أني لديها علاقة مع ريايل قلت لك من قلت لك لديها علاقة مع ريايل؟ لديها بزنس ومشروع وتبيع وعملاء يتصلون فيها تزوجها وساعدها بإدارة المشروع أنت لا تفكر في هذه الطريقة لماذا تفكر؟ واحد اثنين في العشر سنوات الماضية إلى اليوم زادت نسبة التجسس في العلاقة الزوجية نعم زادت نسبة التفتيش في العلاقة الزوجية زادت نسبة الطلاق بسبب الخيانات الزوجية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي طبعا أنا قاد أعطي عناوين عريضة من غير الدخول بالتفاصيل لكي نعرف أن الوقت هي جيدة فهذه الأمور كلها طبعا مؤثرة جدا مؤثرة وحتى الابتعاد صار قلت حوار بين الزوجين صار يمكن في زوجة تهتم أكثر بمتابعة الموضة والأزياء أو يمكن أمور أخرى حتى لو تابع الطبخ والتابع يمكن أمور جيدة لكن صارت منشغلة أكثر عن بيتا وبالمقابل للنجل أنا حليت بعض المشاكل من خلال السوشال ميديا حلو إذن هذه شوية إيجابية في السوشال ميديا اليوم ويد ظلمنا السوشال ميديا صحيح ويد عاد شوية سريع دكتور نعم شوية سريع نعم شوية سريع وتحبينها الكيك وتبديلنا صحيح شوية سريع شوية سريع قلت له جربي جربت قاعدة اختصر القصة جربت وراحت وفعلا وانطلقت وردت روحها بدأت تحس أنها قاعدة تقدم شيء ورجعت لها نفسيتها عقب ثلاثة شريعاتني كانت تقول لي شوف أنا كان رات بي 1200 دينار بعدما فتحتها الحساب وصرت بيع صرت أدخل بالشهر 2500 دينار ما شاء الله يا هرزك يا هزين الحمد لله الحمد لله هذه واحدة من القصص الوجه الإيجابي في السوشال ميديا صحيح العلم المعرفة الثقافة كلها ومور صحيح نبي منك نصيحة أخيرة حق العيال وحق العلا أنا أقول المشكلة ليست في السوشال ميديا المشكلة في الإنسان نعم الإنسان قبل أن يدخل السوشال ميديا يحدد هدفه أنت داخل تسليا أو داخل تريد تطور نفسك وتزيد معرفتك وعلومك حدد هدفك فإذا حددت الهدف وكان هدفك فعلا راقي وسامي ادخل السوشال ميديا وغوص فيها لأنها ستكون وسيلة من وسائل المعرفة جميل كل شكرا لك دكتور جاسم لمطوع على هذا الحوار وهذه النصائح نتمنى لك إن شاء الله التوفيق وشكرا على حضورك اليوم أياكم الله ومشكور يا دكتور أياكم الله لو سهلا نستطيع لدينا استطلاع لدينا استطلاع لأن هذا الموضوع نرجع لكم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة